متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة النهاردة هنتكلم عن نموذج توليدي بالذكاء الاصطناعي لأول مرة بتكلم عنه وهو مجاني تماماً موجود على هاجنجفيس تلاحظ الفترة الأخيرة بركز فيها جداً على الأدوات المجانية قدر الإمكان وبحاول إن أنا أشوف إيه اللي موجود على موقع هاجنجفيس ممكن يفيد بشكل كبير وبطلع أتكلم عنه لأنه فعلاً هاجنجفيس فيه كنوز من نماذج الذكاء الاصطناعي الأوبن سورس والفري زي النهاردة كده ما حنتكلم عن تانجو فلاكس وتانجو فلاكس هو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يقوم بتوليد الأوديو من النص TTA أو تيكست تو أوديو وهذا النموذج فيه إمكانية توليد صوت لحد 30 ثانية ممكن تستخدمه مثلاً كساوند إفكت أو باججراوند بصراحة هو ممتاز جداً بعد ما بتولده بتعمله download تقدر تستخدم هذه الأصوات في المحتوى الناس اللي بتبقى قلقانة من الكوبي رايت ويحقول ملكية تقدر تولد الساوند إفكت اللي انت عايزه أو الباججراوند ساوند اللي انت عايزه من غير ما تبقى قلقان تماماً واستخدامه سهل وبسيط كل ما في الأمر ان انت بتكتب الأمر انت عايز الباججراوند بتاع الصوت يكون إيه؟ أو انت عايز الصوت ده صوت إيه؟ صوت مطر نازل على مثلاً شباك إزاز أو عايز صوت رياح شديدة أياً كان الصوت تقدر انك انت تكتب الأمر وتحصل عليه وعندك لحد تلاتين ثانية والجميل بقى ان فيه examples وأمثلة متنوعة ومختلفة صفحات مختلفة واحد واثنين وتلاتة وخمسة اختار ما بين الأصوات المختلفة براحتك جداً زي ما احنا شايفين كده أصوات مختلفة ده page one وهنا كل اللي عليك ان انت حتختار من الصوت يعني ممكن ما تبقاش محتاج حتى تكتب الأمر انت ممكن تلاقي اللي انت عايزه موجود فما فيش مشكلة عايز تكتبه اكتبه عايز تحط وصف للصوت باللغة العربية وتجيب ترجمته بالإنجليزية وتحط الأمر أيضاً ممكن تعمل الموضوع ده لأنه بيدعم اللغة الإنجليزية زي ما احنا شايفين يعني كل الأوامر باللغة الإنجليزية تعالوا نجرب مع بعض صوت الاحتفال والفايروركس اللي هي الألعاب النارية لو انا مثلاً سي اخترت ده وابتديت ان انا اخلي ديوريشن هنا 30 ثانية تعال نخلي ديوريشن 30 ثانية عشان اوريك لحد 30 ثانية وهخلي اللي ستيبس 25 كفاية ليه؟ كلما اللي ستيبس كانت يعني قليلة كلما كان أفضل في إنتاج الصوت جرب كده أنا عملت تجربة كلما كنت بزود اللي ستيبس النتيجة ما كانتش بتبقى حلوة زي ما بخلي اللي ستيبس قليلة هو الديفولت بتاعي 25 كويس جداً الـ Guidance Scale 4.5 أنا شاف برضو انه هو جيد جداً والـ Guidance Scale مدى مقاربته للأمر ولكن البعض هيعتقد لأن الالتزام بالأمر بيكون جيد جداً في الصوت لكن عايز أقولك انه أنا جربت برضو الـ Guidance Scale لقيت أنه هو أفضل لما يكون موجود على 4.5-6 بالكتير الـ Duration ده أنت بتتحكم فيه عايز مدة الـ Audio Add A أو الصوت Add A عايز الصوت يكون 10 ثواني 5 ثواني 20 ثانية 30 ثانية تقدر أنك أنت تتحكم من هنا أنا هخليه أقصى مدة وهي 30 ثانية وهبتدي أعمل Submit ولو حتى الصوت اللي ناتج ما ظهرش أنا هبتدي أن أنا وريك الصوت وهو شغال External يعني هعمله Download وحسمعه لك هبتدي أعمل Submit هتلاقي إن إنتاج الصوت سريع جداً وفيه حاجة بقى مهمة عايز أقولك عليها وهنا بيستخدم Framework هنا اسمها Club Ranked Preference Optimization أو CRBO الطريقة دي بتخليه ينتج أصوات أفضل وأحسن وبيقدر أنه ينتج 30 ثانية اللي أنت شايفها دي في 3.7 seconds يعني أنا قريت في الـ Paper إنه هو بينتج لـ 30 ثانية دول في أقل من أربع ثواني ودي حاجة ممتازة جداً زي أن الطريقة اللي بيستخدمها وهي CRBO تعتبر طريقة من الطرق الكويسة جداً واللي بتحصل منها على نتيجة جيدة من غير الدخول في مصيل تقنية تعالي نشوف الصوت عامل إزاي أنا هعمل له download وإنت هتبتدي إن أنت تسمعه دلوقتي زي ما احنا نشايفين احتفالات فيه فيه صوت ميوزيك في الخلفية تعالوا نشوف حاجة تانية ممكن نجرب صوت الباسكتبول اللي هي كرة الباسكت كده وهي بتتحرك وهنا أنا ممكن أخلي بقى عشر ثواني عشان يعني الفيديو ما نطولش فيه عشر ثواني فقط وحبتدي أعمل submit وتعالي نشوف طبعاً الناس اللي بتعمل محتوى قصصي أو بتحتاج background sound effects الموضوع ده يعني حيكون بالنسبة لها كويس جداً زي ما احنا شايفين الصوت حلو جداً وجايد جداً ونقي جداً يعني حاجة في منتهى الجمال تقدر بقى تجرب براحتك الأمثلة اللي موجودة في كل البيجز دي أو أنت تكتب الأمر اللي أنت عايزه أنا ممكن هنا أقوله ممكن أقوله زي heavy rain heat the last window هنا الأمطار الشديدة تضرب زوجي النفذة وهنا هبتدي أقوله submit وتعالي نسمع بعد ما يتم إنشاؤه بصول الوقت بعد ما يتم إنشاؤه ممكن نقل ال steps شوية وممكن إن أنا أزود ال duration شوية تعالي نسمع مرة تانية وهنا ممكن خلي ستة ونصف تعالي نسمع ما بياخدش وقت كتير قوي الصوت هنا ممكن يكون أفضل شوية هنا ال steps اللي التهى والنتيجة كانت أحسن هو default بتاعها 25 جيد جدا يعني نقدر نلعب في guidance scale وال steps لحد ما نحصل على النتيجة اللي إحنا عايزينها طبعا الأمر زي ما أنتوا شايفين بسيط قوي ممكن إن أنا أقول لي شاة جبتي ديني وصف لي المطر وهو بيسقط على أو بيخبط نافذة من الزجاج ويديني وصف تفصيلي قوي ممكن تكون النتيجة كمان أفضل وأحسن ولكن أعتقد إن الأمثلة اللي عندك يعني أمثلة مختلفة وكتيرة جدا جدا تقدر أني أنت ترجع لها وتجربها احتركم الرابط الخاص بموقع أو أداة النهاردة tango flux على موقع حاجنجفيس في الوصف أسفل الفيديو أتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة فيديو صغير وخفيف ولكن أعتقد إنه هو هيهم ناس كتير جدا من مشيئ المحتوى أشوفه في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe للقناة شكرا لكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته